تمنى أبناء منطقة حيفان أن تكون جنازة أنعم جابر هي آخر مأساة تشهدها المنطقة وأن تستقر حياتهم من جديد حاول الأهالي تصديق ما قالته ميليشيا الحوثي من أن قتل أنعم كان خطأا غير قابل للتكرار لكن ثمانية أشهر منذ الحادثة كانت كفيلة بالرد على تساؤلات من يعرفون الرجل الخمسيني الذي كان عائدا من السوق واعترض طقم تابع للميليشيا طريقة فلم تتوقف حياته فقط بل شملت المنطقة بأسرها تتعرض مناطق الحجرية الريفية لحرب مفتوحة وتدفع ميليشيا الحوثي بعناصرها إلى أعالي جبال لم تعرف الحرب منذ عقود وكانت رغم حقاب مختلفة من الصراع بعيدة عن أشكال المعارك وملاذ كل من يفضلون السلم وفي الحرب الأخيرة التي تخوضها الميليشيا ضد اليمنيين سافر كثيرون ممن ينتمون إلى هذه المناطق إلى مسقط رؤوسهم وعادوا محملين بأطفالهم وآمالهم إليها لكنها لم تعد كما تخيلوا وهم في طريق السفر تلك المناطق التي لم تعرف صوت الرصاص إلا ابتهاجا أصبحت هدفا وعلى أبنائها أن يبحثوا عن قرى بديلة ينزحون إليها وينتظرون ويتذكرون ما قيل لهم إن موته كان خطأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر